ففي المدرسة كان نظر المدرسة اسمه مونير جيرجس لما كان ضيوف يجوا المدرسة أم مين اللي يصدروا يقرأ ما تيسر من القرآن أبو العنين الشعيشة أم يوالا اقرأ مونير مبسوط أو منصوط أبو العنين الشعيشة والضيوف ابتدوا يزهلوا من إن فيه صوت شكله كده وطفل لسه صغير في المدرسة وطفل لسه صغير في حين إذن كان مثلا عنده بتاع 11 سنة فقالوله إيه ده ده فالتة وشوف بقى الجو الثقافي الذي يحمي المواد قالوا له ده 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 فالتة ده يمكن تركه ده إحنا لازم كلنا كده نتلم ونروح لوالدته ونقنعها إنه ده لازم يحفظ القرآن لازم يتعلم المقامات لازم ده 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 صروا يشتغلوا عليه بقى يشتغلوا عليه والدته قالت بس أنا كان أبوها عايز يطلعه الظابط قالوا لها الظابط إيه بس ومهندس إيه وطبيب إيه ده الكفاءة بتاعته اللي ربنا عطاه له في الحتة دي فمضى يعيش مستقبله فعلا استجابت لهذا وأخرجته وودته للكتاب وحفظ القرآن وأتقنه أول فانوا مع التجويد مع شوية من القراءات وأتزبت المسائل على كده عنده سبعتاشر سنه راح نزل إلى القاهرة أواخر سن التسعة وثلاثين كده مهمه أولود 22 بظبط أه وربنا متعنا به والحمد لله رب العالمين مد في عمره لغاية سنة 11 2011 فمات عن 88 سنة الحمد لله اشترك في البقاءات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية